خلصت اجتماعات وزارة التجارة وترقية الصادرات من إعداد قائمة المواد والسلع المستوردة المعنية بالرسم الإضافي المؤقت لحماية المنتج الوطني والتي تضمنت هذه السنة أزيد من 2600 منتج يشملها الرسم بنسب تتروح ما بين 30% والمئة في المئة نزيد في الجباية لابد يكون ارتفاع الانتاز والانتازية ما نقدرش يعني نزيد في الجباية إلى ما كانش ارتفاع في الانتاز والانتازية كيف حبيت يعني تزيد في الجباية والله تحرك يعني لاقتصاد الوطني خطر سيدر الجمهورية واشقال لك يعني في 2022 نحنكو اقتصاد وتضمنت القائمة 17 نوعا من اللحوم الحية و36 صنفا من لحوم الخروف وكافة أنواع الماشية إضافة إلى 36 صنفا من الأحشاء وبلغت نسبة الرسم الإضافي المؤقت المفروض عليها 30% إضافة إلى لحوم المجمدة من مختلف الأنواع والتي عادلت الـ 21 صنفا وأهم المنتجات المعنية قرار يستمر إلى غاية نهاية العام ومن شأنه رفع الضغط على منافسة منتوجا محلي خصوصا وأن الوزارة الوصية تعمل على قدم وساق على تشجيع الاستثمار الاقتصادي الوطني والمحلي بالاعتماد على الخبرة الجزائرية